اهلا بكم في حلقة جديدة من كواليس يلا كورا النهاردة هتكلم معكم في الموضوع اللي شغل الرأي اللي عام كله قرارات السوبر لاجند الانضباط مين غلطان مين مش غلطان بس في البداية لازم اوضح لك حاجة مهمة جدا انه لك تهدى مع نص يعني ايه؟ يعني فيه لايحة هنعاقب من خلالها اللايحة دي لو عاقبنا من خلالها محدش يقدر اتكلم اننا كل حاجة مطاطة لعيب عمل اشارة فنوقفه عدد معايم مباريات لعيب معملش نوقفه برضو عدد معايم مباريات فالموضوع احنا مش فاهمين ماشي ازاي بس انا هواديكم النقط مهمة جدا عشان اقولكوا الدنيا ماشي ازاي نمرة واحدة في لجنة في اتحاد القرى اسمها لجنة القيم والاخلاق اللجنة دي هي المسؤولة عن كل التجاوزات اللي حصلت في خلال مصر السوبر واهمها انه لا يخضع رئيس نادي او عضو مجلس ادارة لأي لجنة من لجنة اتحاد القرى ما عدا لجنة القيم والاخلاق يبقى رئيس نادي الزمالك تم احالته لجنة الانضباط وده امر غير طبيعي يعني مش من اختصاصات هذه اللجنة نمرة اتنين لجنة القيم والاخلاق دي لسه موجودة هم بيصدروا ان هي مشت لكن لا وكمان اسمها ايه بقى اسمها لجنة القيم والاخلاق والانضباط يعني الاسم سلاسي دلوقتي اللجنة اللي مسمينها مسمينها لجنة الانضباط والاخلاق اللجنة اللي موجودة بتعيين من اللجنة التي تدير اتحاد القرى اللجنة اللي موجودة برئاسة المستشار ساد بن داري دي اللي بتدير حاليا دي بتعيين من اللجنة المؤقتة طب اللجنة اللي قبل كده اللي هي القيم والاخلاق واللي موجودة ايضا لجنة المستشار محمد عبدالصالح دي لجنة موجودة من خلال الجامعية العومية للاتحاد القرى حالتين بس يخلوها تمشي الاولى استقالة وما قدموش استقالة والحالة التانية ان الجامعة العومية تقول ان احنا مش عايزينها او اللجنة تدعو للجامعة العومية لإقالة هذه اللجنة ولكن الحالتين ما حصلوش فبالتالي اللجنة دي موجودة طب اللجنة دي بعيدة ليه؟ انا توصلت مع اللجنة ومع بعض اعضاءها وقالوا لي انه لانه فيه تدخل في اختصاصاتنا فيه قرارات بنرفعها بتحط في الدرج فمنفعش ان احنا نكمل فبناء على ذلك جات لجنة الانضباط الحالية ما احترمنا لكل المستشارين الموجودين فهو عملهم تطوعي بمقابل مادي على الاطلاق اذا لجنة الكامل والاخلاق هي المنوطة بالنظر في عدد كبير من القضايا اللي موجودة حاليا تمش النظر لها لجنة الانضباط اللي موجودة حاليا قررت بعض العكوبات انا عايز اقول لكم انه مفيش لايحة شاملة الليحة بتقول ايه؟ لايحة العكوبات بيبقى موجود فيها ان مش احمد عبدالبسط عمل كذا فياخد 3 شهور لا خالص مش ده اللي حصل الليحة بتبقى حاجة اسمها العكوبات التأذيبية هتشوف الكلام ده معنا واحنا بنتكلم العكوبات دي لما بنيجي نتكلم عليها بنتكلم على توبيخ على حرمان على ايقاف ويطراءة للجنة المدة بقى اذا كل الامور مطاطة طيب كهربا مثلا هتكلم انا مش مع الاخطاء اللي حصلت ومش معنا كده ان انا ضد العكوبات بس انا بوضح انه في عوار كبير جدا في اللوايح العوار كبير جدا في اللوايح دوت هو اللي بيفتح الباب الى من اساء من امن العقاب من امن العقاب اساء الادب فبالتالي لازم اوضح ليكم انه محمود عبدالبنقام كهربا لم يتم تسجيل في التأرير الخاص بالحكم سوى حاجة واحدة فقط الا وهي انه محاولة الاعتداء على الحكم وترد مباشر اذا كهربا جايلك معاقب لان اللايحة بتقول في الحالة بتاعت كهربا تترضي المباشر لقرارات ان انت مثلا من اول مطشيل لحد ثمن مطشاط انما ثلاث شهور او اربع شهور يعني باقي الدولي غريبة شوية فيش كبالة راجل ارتكب في اللايحة كده اسمها فعل فاضح ياخدش الحياة العامة طيب دي عملها كابتن امراهيم حسن خد 6 شهور مرة على فكرة كابتن سامريكا مونة عملها خد سنة انا مش بقول انه ان انا مش ضد القرارات بالعكس ولكن مفيش نص مفيش نص فالكل لازم يجتهد ده اللي موجود حاليا نفس اللجنة خدت قرار مهم جدا لعلي جابر واحمد ايمان منصور في مطش الاهلي وبرامدز لما عملوا ايه بقى لما الكابتن براهيم نور الدين كتب انه محاولة الاعتداء على حكم اللجنة دي لجنة الانضباط الحالية قررت ايخاف كل منهم ثلاث مباريات وتم تخفيفها لمطشين واحمد ايمان منصور خد كرت احمر وعلي جابر حاول انه هو يعتدي على الحكم وكمان والاهم من ده كله فيه فيديوهات بتصور حاجات كتير جدا امام عشور ما همتصور في الفيديو بس مش معنى انه هو تصور في الفيديو ما هالضرب اعترامنا لكابتن وليد سليمان تماما وانا بحترم الكابتن وليد وضد اللي حصل مع الكابتن وليد ولكن في كل ملاعب العالم الضرب بيحصل هل الاقاف بيبقى لنهاية الموسم حرمان فيه امور غريبة شوية فيه حاجات لازم نقف عندها فانا يعني مش ضد عقوبات زي ما قلت مش ضد اللجنة مش ضد اي حاجة ولكن مفيش حاجة معينة نمشي عليها عشان كده بقولك كمان فيه مفاجأة جديدة مباراة السوبر تعرفها في لايحة اتحاد القرى هي مباراة كريمية تشريفية بين بطل الدوري وبطل الكاس بتتلعب بعد نهاية الموسم والكرم وكل ما يترتب عليها بقى انزارات خناقات الحاجات دي كلها بتدخل الموسم الجديد على نظافة ابيض يا ورد زي ما بيقوله فبالتالي انت بتلعب بطولة بتاعت الموسم اللي فات بتاعت 2019 طبقت عليها عقوبات في موسم 2020 على فكرة لايحة 2019 غير لايحة 2020 يعني لايحة 2019 غير لايحة 2020 اعتقد فيه امور غريبة كتير جدا هو احنا لو هنلعب السوبر اللي جاي اللي لسه هتلعب الجديد بقى بتاع السنة الجديدة في شهر سبعة اللي جاي وحصل فيه ما اللي حصل وحصل فيه خناقات كتير جدا ونفس اللي حصل ده هندخل الموسم بتاع 2021 بنفس العقوبات طب لو كهرباء رح نادي تاني مثلا طب لو امام عشور رح نادي تاني اذا الليحة بتقول انه بمبارات السوبر هي مبارات يا كريمية تشريفية كل حاجة بتطير وبتتلغي بعد هزي المباراة انا مش معا الغاء العقوبات ولكن هزي العقوبات من خلال معلومات تمت بناء على تقرير واحد فقط وهو منصق المباراة مفيش تقرير مراقب حكام مكانش موجود كابتن جمال الغندور مراحش المطش مفيش تقرير حكم لان الحكم بيكتب التقريب الانجليزية خاص بالسكورشيت والانظارات فقط ولكن كان معاه مرافق حكم برضو هو اللي كتب التقريب اللغة العربية اللي هو اعلم تكتب ايه او هيتكتب ايه فبالتالي هزي القرارات انا مش ضدها ولكن لوضع النقط على الحروف كان لازم نفكر شوية في هذه الامور لانها عملت بلبلة جديدة جدا حطينا الامور كلها قصاد الرأي العام بحيث ان الامور كلها تبقى واضحة وكمان كمان في حاجة مهمة مصير اللعبة اللي توقفت دي بقى مثلا ممكن المنتخب الاول محتاج لعيب او المنتخب الولمبي مش هيخدوهم ليه بقى مش هيخدوهم لانه بحق بكل حال من الاحوال يعني اللعبة دي اخطأت ومش هينفع كفائهم ان هم موقفين لسبب طربوي واخدوهم انا المنتخب نمر واحد نمر اتنين ما هتم موقفين فما بيلعبوش فما فيش منه مستفادة فنية فكل اللعبة اللي عليها العقوبات دي اللي انا عارف كمان هي ما هتخفض يعني مش هيكونوا موجودين في المنتخب لو الايقاف استمر هاختم معاك واسبكم على فيديو اللي لجنة الانضباط شافته وبناء عليه خادة العقوبات واشوفكو على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة